السلام عليكم اخواتي كنت ادرت هاد الصورة في الانستغرام قالوا اللي بغيت الوصفة ايضا غادي نشارك بعدها محتى معكم اخواتي الهدا الوصفة ومن بعد مهم شكرا لتعليقات الحلوة اللي كدخلوها لي هاد الماضي اللي انت كاي خرجوا خفيفة زوينة راقيات ما شاء الله هكدا وزوينة مهم غادي نقول لكم الطريقة والمقادير كله اه هنا درت فيها دكتور اوتكر اللي مزيانة وحتى دانون اللي مزيان بغيتو تديرو يعني الماركات وحدة انخرى حتى هما مزيانات مهم نديرو ثلاثة نتاع البيضات واحدة نعبرو بالكاس تاع دانون غادي نخليلكم الرابط نتاع الماضلين كيف درت له نفس الشي مهم من بعد هادك دانون ومن بعد يعني دانون او هادك السوس عديك هي وثلاثة وبيه غادي نعبرو زوج تاع السكر واحدة الزيت ماشي عامرة وزوج وثلاثة نتاع الفارينة والبيض ثلاثة وقشرة الليمون ومن بعد هادك السكر فاني نخلطه مزيان وحتى زوج معلقات كبارات نتاع هادك العصير نتاع الليمون غادي نخليكم الرابط كيف كادرت له الماضلين كيف يخرج زوين ما شاء الله ولكن ما بتخليوش ساعة هادا خليو هادا ديريكت صافي هادي كيا مهم ندهنو هادا هو المول غادي نبينو لكم عود كيف داير هادا هو المول كنتدهنو بزبدة ورشو علي الدقيق ومن بعد سافين بديو نخلطه ثلاثة نطاع البيضات مع سكر فاني والسكر يعني نعبرو بذك الكاسدانون نديرو فواحد الفينجانون بديو نعبرو به باش ميلسقش في داك ياه ياكورت ومن بعد سافي غادي نحتال القشرة نطاع الليمون كيف كنديرو دايما مضلينة كيف كنديرو دايما دايما روشنو هي هاداك المول كيعطي لهم واحدة كالشكل ومن بعد سافيم اللي غادي نخلطو كل شيء الزيت الزيت خليو حتى التالي حتى تبقى هادا يدير القطرو هاكدا كي ما يقولو قطرو هاو نحرقو مزيان باش يخرج مزيان عاود دينو بحل نفس الشيء اللي كديرو للمضلينات هذيك هي ومن بعد هادا الفيديو كالقديم راني هدرت فيه هنا يلي انا كنت هدرت به مختلاط اللغات مهم انا غادي نخلي لكم الرابط كيف كادرت الياغورت انتع كسميتو سبحولي انتع المضلينات كاي خرج لديد ما شاء الله مهم هاكدا من اللي غادي نديرو قاع العجينة كلها نخلطو داك البيض و داك السكر و داك السكر فاني و داك نخلطو مزيان مزيان سافي كما قلت لكم هنا هي ثلاثة متاع البيضات و نخلطو مزيان مزيان نضيفو الدقيق مغربل ايضا فمن بعد سافي غادي نديرو في هذيك العجينة كما قلت لكم نفس العجينة نتاع الكيكا عادية من بعد سافي نديرو فيها من اللي نديرها نحنا نخدمون نحميو الفران هكدا كمية وثمانية درجة و نديرو فيها ومن بعد سافي حتي طيبو نعرفو رهم طابو ايدا هادو يبردو هكدا كيكونوا دايرين محفرين لداخل من بعد درتهم غطستهم في المربة في الكون فيتور هكدا على زوج جيهات غير هذيك الجيهة اللي كتكون بينها ومن بعد سافي نديرو في نواد كوكو في الكسميتو الكوكو راجع كوكو هادا كوكو المبشور نواد كوكو من بعد سافي نفرغو في ذاك الكريم باتيسير او لذاك بودينغ او اللي اللي بغينا حتى الشوكولة ولا ومن بعد نزينوه نديرو عليها مثلا لابغينا نزينو هادا الفرامبواز و نديرو عليها مثلا لابغينا نزينو شوين هاداك النعناري باش نحطوه صافي لابغينا مهم هو هاكدا الكريم باتيسير هادي اللي دريت متلا ندير فيها بحال بودينغ بحال اللي كنديروها على هاداك الشناك اللي كن بقبل زبيب هاداك هيا اذا ها هو من بعد سافي كيكون عندها تشكالات وهاداك اللي عليهم الشوكولة ذاك النقاط السوداء ندوبوا شوية الشوكولة ونحطو عليها النقاط نقاط نقاط او اللي نديرو نص شوكولة نص الكريم باتيسير اللي بغينا الكريم باتيسير سمحوليك تكون شوية مشي حاقدة بالزياف تكون شوية دايرة ما تكونش جاري عود ما تكونش تكون زيان قوضة ومن بعد تقدروا تشاركوه في القناة ديالي هنا في اليوتيوب وحتى عندي سواء تمانية تمانية ستة ستة في الانستغرام وتقدروا تشاركوه فضلا وليس امرون في الانستغرام اللي بغيت تسألون اي سؤال هنا يدرت الصورة هنايا هنايا باش تبيه لكم كيف دايني هاد ملارح قديم هادا مهم هاكدا كيكون ها هو كيكونوا هاكدا محفرين هادول هادا في الوراء وراء كيكون هاكدا اما في اللغة فين غادي نديروا المضلينة للكيكا العجينة هنا فين نديروه وهاكدا شكرا اللي مشاهدة بغيتوا اي سؤال قلوها لي شكرا سلام